رغم حضور زعماء وقادة نحو 120 دولة قمة الديمقراطية التي تعقد في واشنطن إلا أنها شهدت في الوقت نفسه غيابا عربيا لا تخطئه العين وفقا لشبكة تويتشافلي الألمانية أي أن الحضور ليس ملزما والاعتذار عنها وارد بروتوكوليا إلا أن حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد السوداني التي أطلقت عليها الميليشيات وصف حكومة المقاومة حرصت على الحضور رغم مشاركة إسرائيل فيها ممثلة برئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو السودان لم يجد حرجا من تلبية دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمشاركة بالقمة لنيل الرضا واشنطن وانتزاع الاعتراف الأمريكي بحكومة تشكلها ميليشيات موالية لإيران بحسب مراقبين خاصة وأن السوداني ضمن فترة الاختبار التي ستنتهي بدعوته للبيت الأبيض التي يحرص ويعمل عليها وهو ما يفسر إبقاء الكتر السياسية المتنفذة الباب مفتوحا أمام أي متغيرة حين صوتت عام 2022 على قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل حيث أبقت على ثغرة ضمن القانون تشرعن التطبيع مفادها عدم محاسبة العراقي الذي يدخل إسرائيل إذا ما كانت الزيارة دينية ومقتارنة بموافقة من وزارة الداخلية وبالتأكيد هكذا زيارات ستسلزم تنسيقا أمنيا ودبلوماسيا بين العراق وإسرائيل وهي فقرة لم تكن موجودة في القانون العراقي منذ عام 1948 والذي منع أي تواصل للعراقيين أو الشركات مع الكيان المحتل وليس بعيدا عن السوداني فها هو نور المالك عراب حكومة الإطار يبرر اعتماد نظام التوافق السياسي في العراق بأنه معتمد أيضا في إسرائيل فهذا معمول به في إيطاليا وفي كذا وحتى إسرائيل حتى هذا معمول به ومع انتشار موجة من السخرية ضمن الأوساط الشعبية من شعارات الإطار التنسيقي المناهضة لإسرائيل والداعية لتحرير فلسطين وصل قائد فيدق القدس الإيراني إسماعيل قآني النجف وهو ما دفع بناشطين لربط الأحداث واستذكار تصريحات سابقة لبهاء الأعرجي نائب رئيس الوزراء الأسبق والتي أكد فيها أن التطبيع سينطلق من النجف وزيدك ألم ممكن أن يصدر بس تسألني أترجعك ممكن أن يصدر قرار التطبيع ولو يعتم من النجف من بغداد مراقبون أكدوا أن إعلان التطبيع مع إسرائيل ليس ببعيد وسيكون بإعاز إيراني كما هو الحال في لبنان عقب ترسيم الحدود المائية له مع إسرائيل وبإشراف من ميليشيا حزب الله اللبناني ذراع ولاية الفقية قرب جواطئ البحر المتوسط ليبقى السؤال هل ستهاجم الميليشيا الولائية سفارة الكيان المحتل حال افتتاحها في بغداد أم إن للضرورات أحكاما وفق رؤية قوى الممانع ترجمة نانسي قنقر